أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الأمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينففون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفر عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أذيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إقراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب من يتفر بالطابوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأطاة لن في صام لها الله سمين عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تهفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نبرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غرانك ربنا وإليك المصير لا يكرّب الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقول العلم قائما بالقسر لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنذر الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيذك الخدير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خنف السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يبشي الليل النهار يتلبه حديثا والشمس والشمس والغمر والنجوم مصفرات بأمره ألا له الخلق والأرض كبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تدرعا وخفيا إنه لا يحب المعددين ولا تبسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وتمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قلدوا الله أبدع الرحمن عيما تدعوه الأسماء الحسنى ولا تجهر بسحاتك ولا تطافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتكذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكثيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربه من ررحا وأنت خير الراحمين والصافات صفا والزاجرات زجرات فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارك إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحبزا من كل شيطان مارك لا يسمعون إلا الملئ الأعلى ويطذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطفا خطفة فعدباه شياب ثاق فاستبتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من دين لازم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشرت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جام فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسوبر له الأزماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه السمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى القشر فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا مفتغط صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شقطا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وحضر الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفرد من شر ما خلقه ومن شر واسق إذا وقبه ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعبد برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوصواس الخناس الذي يوصف في صدور الناس من الجنة والناس